السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرع النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهدي قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم طحر قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا أحبتي في الله ما زلنا في أسرار سورة الكهف ومضينا مع قصة أهل الكهف ووصلنا إلى قصة صاحب الجندتين وبداية القصة في قول الله جل جلاله ضرب الله مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين كما ورد في أول السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ففهمنا الله معنى الحياة حقيقة الحياة أنها ابتلاء وأن ما عليها زينة هنا يضرب الله مثالاً لذلك ليبين القصة بوضوح كأنه واقع عملي في تقسيم الرزق رجل له جنتين ورجل ليس له شيء صاحب الجنتين معجب مغرور وهكذا الدنيا تفعل في قلوب أصحابها أن الذي يملك الدنيا لابد أن يصيبه هذا الغرور لابد أن يصيبه هذا الزهو بها إلا من رحم الله هؤلاء الذين يملكون الدنيا حين ملك الجنتين قال لصاحبه أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً وفي هذه المرحلة الأولى من الكلام سكت صاحبه ولم يجبه لكن لما زاد غروره وقلنا أن هذا من عادة أهل الغرور والعجب ورؤية النفس من عادتهم أن هذا الأمر يطغى معهم ويزداد ويكثر زاد طغيانه في قوله قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة لما وصل الأمر إلى هذا الطغيان الشديد اضطر صاحبه أن يتدخل وكما قلنا أن من فضل الله جل جلاله أن يجعل لك دوماً صاحباً يردك إلى الحق يذكرك بالحق ولكن الدعوة فن وأصول شغل حقيقة الدعوة شغل محتاج إلى فكر وإلى توفيق من الله سبحانه وتعالى فبدأ في دعوته بالشدة ليردعه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلاً أكفرت تزعجه تصحيه تفوأه ألم أكفرت فكره بأصله عشان يفوق ويصحى ويعرف أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلاً لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً قال له أنت مهما كفرت أنت صاحبي آه لكن ده ربي عشان لو أنت قلت أن ده مش ربك أنت حر لكن ده ربي لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحداً ثم بدأ النصيحة اللطيفة الجميلة نصيحة يقوله أن دي نصيحة للحفاظ على النعم قال ولولا إدخلت جنتك أنت بتقول أنا أكثر منك مالاً وعز نفراً ماشي عم بس لما تدخل جنتك اللي ربنا خلقها ليك لولا إدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولداً لو أنت شايف أن أنا أقل منك مال وولد اللي الدك ده ربنا خلق الله بمشيئة الله لولا إدخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأن الدعاء ده حماية من الحسد لأن الإنسان قد يحصد نفسه قد يحصده غيره فالحماية من الحسد بهذا الدعاء هاتين الكلمتين إذا رأيت ما يعجبك فقل هذا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني من وجه نظرك أنا أقل منك مالاً ولداً ثم غاية الإتقان في قوله فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زالقاً ما استفزوش استفزاز زائد بإنه قاله ما يمكن جنتك دي يرسل الله عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زالقاً ما قالوش كده وإنما قالوش فعسى ربي أن يؤتيني ده من توفيق الله أن يوفق لقول هذا إنه ما قالوش لأنه لو قالوش جنتك دي يرسل الله عليها حسبان يقوله أنت بتحسدني أنت حاقد علي أنت بتضي علي يتشدد معه لكنه جبه على نفسه قالو عسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك قالو ربنا يديني أنا جنة حسن من جنتك دي جنتين حسن من جنتينك دول وربنا يرسل على للدهولي مش على جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيداً زالقاً أو يصبح ماءها غوراً فلن تستطيع له طالباً قالو كده هذه قضية فن الدعم وكيفية عرض القضية بطريقة لطيفة يقبلها المدعو ذلك ما نفروش بأنه قالو جنتك دي ممكن يحصل فيها كذا وكذا وإنما قالو عسى ربي أن يؤتيني لأن ربنا يديني أنا جنتين ويعمل فيهم كذا وكذا وكذا سبحان الله وأحيط بثمره اللي توقعوا الصاحب الصالح ده حصل وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها يا جماعة لازم نفهم أو لازم نعرف ربنا كويس نعرف ربنا بجد إن ربنا جل جلاله صبور حليم ولكن زو عقاب أليم دايما الآيات في القرآن بتقول كده قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم قال الله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب الآيات كثيرة جدا في تلازم أو تقارب هاتين الجملتين من بعض إن ربنا غفور رحيم كريم ودود لطيف حليم وشديد العقاب لاثنين قريبين من بعض جدا إن ربنا يحلم على الإنسان ويصبر عليه ويمهله ويعطيه ولكن عقوبته فجأة هي الدنيا كده هي في نفس السورة واضرب له مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشيما فافا ترتيب التعقيب إن كل ده بيروح في ثواني في ثواني بيروح فجأة كل ده ما بيحوتش بينتهي وبينتهي فجأة عشان كي يشوف هنا فجأة وأحيط بثمره انتهوا الجنتين في لحظة وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفين مش هينفعوا تقليب الكفين بس الجملة الخطيرة إنه قال يا ليتني ويا ليتني ما بتنفعش يا ليتني لم أشرك بربي أحدا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة